السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في مقرر الثاني متوسط للمهارات الرقمية الفصل الدراسي الأول مع موضوعنا الدرس الثاني الجملة الشرطية في بايثون 4 ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق بعض التطبيقات على الدرس الثاني فكان معنا أول تدريب اللي هو التدريب الأول ماذا يحدث عند تشغيل البرنامج التالي عندنا المتغير number تم إسناد له رقم 12 ثم عندنا الشرط if number أكبر من الصفر ثم print إذا تحقق الشرط يتم تنفيذ طباعة رقم موجب الخيارات هي لن يعمل البرنامج لوجود خطأ في صياغة الأمر لن تعرض أي رسالة على الشاشة لأن الشرط لم يتحقق ستعرض الرسالة رقم موجب على الشاشة أحسنتم الإجابة هي ستعرض الرسالة رقم موجب على الشاشة عندنا الخيار الثاني السؤال الثاني تم إسناد إلى number أنه لا يساوي 12 الشرط هو if number أكبر من الصفر ثم إذا تحقق الشرط يتم تباعة رقم موجب الخيارات هي لن يعمل البرنامج لوجود خطأ في صياغة الأمر والثاني لن تعرض أي رسالة على الشاشة لأن الشرط لم يتحقق الخيار الثالث هو ستعرض الرسالة رقم موجب على الشاشة أحسنتم لن يعمل البرنامج لوجود خطأ في صياغة الأمر عندنا أكتب نتيجة البرنامج التالي تم إسناد رقم سالب سبعة إلى المتغير A عندنا الشرط if A أصغر من الصفر إذا كان أصغر من الصفر نقوم بإسناد إلى A نتيجة عملية ضرب A ضرب سالب واحد ثم طباعة ما بداخل المتغير A طبعا النتيجة بتكون عندنا سبعة سالب سبعة طبعا هي أصغر من السبعة إذا فتحقق الشرط ثم نقوم بالتعويض سالب سبعة ضرب سالب واحد يساوي سبعة ثم طباعتها اللي هو الناتج رقم سبعة عندنا التطبيق نقوم بالتشغيل Run تم خروج النتيجة اللي هي رقم سبعة التدريب الثالث اكتب نتيجة البرنامج التالي مستخدما القيم التالية A تساوي خمسة وB تساوي 12 والسي تساوي تسعة ثم سألنا عن الناتج وما هي وظيفة هذا البرنامج البرنامج نقوم أولا بطباعة من فضلك أدخل قيمة A وB وC ثم إسناد أول رقم إلى المتغير A ثم إسناد الرقم الثاني إلى B ثم إسناد الرقم الثالث إلى C ثم يأتينا أول شرط اللي هو F A أكبر من الB and اللي هو A أكبر من السي إذا تحقق الشرط يتم إسناد A إلى المتغير M الشرط الثاني يقول لك F B أكبر من الA and B أكبر من السي إذا كانت إذا تحقق الشرط يتم إسنادها إلى المتغير M ثم عندنا الشرط الثالث اللي هو F C أكبر من الA and C أكبر من B إذا تحقق الشرط يتم إسنادها إلى M في النهاية يتم طباعة المتغير M أو ما بداخل M عندنا إذا عوضنا في الأرقام بيكون عندنا F هل الخمسة أكبر من 12 فهنا false أو خطأ هل الخمسة أكبر من التسعة false لم يتحقق الشرط ننتقل إلى الشرط الثاني F 12 أكبر من الخمسة هنا True تحقق الشرط و 12 أكبر من التسعة ثم تحقق الشرط True True and True فهنا تحقق الشرط يتم إسناد الرقم أو القيمة 12 إلى المتغير M ثم عندنا الشرط الثالث F 9 أكبر من الخمسة هنا صحيحة فنأخذ True and 9 أكبر من 12 false فعندنا True and False لم يتحقق الشرط فعندنا M تم إسنادها إلى إليها رقم 12 والنتيجة تكون عند 12 الوظيفة من خلال هذا التطبيق هو تحديد أو معرفة العدد الأكبر من بين العداد التي تم إدخالها وهو رقم 12 عندنا التطبيق بعد كتابة المقطع البرمجي نقوم بالتشغيل عن طريق Run ثم نقوم بإدخال الأرقام أولاً الأي وهي خمسة ثم B 12 ثم C 9 ثم Enter يظهر لنا الناتج هو 12 وهو أكبر عدد بين الأعداد عندنا التدريب الرابع أرسم المخطط الإنسيابي لبرنامج يتحقق من كون عمرك مناسباً لقيادة السيارة ثم اكتب البرنامج عندنا المخطط الإنسيابي نبدأ أولاً في الإدخال الذي عن طريق هذا الشكل يتم إدخال نقول Brent أدخل عمرك ثم العمليات التي هي إسناد إلى الـ X ما تم إدخاله أو الرقم الذي تم إدخاله ثم عندنا المعين الذي هو الشرط هل الـ X أكبر من أو تساوي الـ 18 إذا كان ترو صحيح يتم طباعة عمرك مناسباً لقيادة السيارة إذا كان false أو خاطئ عمرك يتم طباعة عمرك غير مناسب لقيادة السيارة المقطع البرمجي نقوم أولاً بطباعة أدخل العمر أو عمرك ثم إسناد ما تم إدخاله إلى المتغير X ثم نبدأ في الشرط الذي هو F إذا كان X أكبر من أو تساوي 18 Brent اطبع لي إذا تحقق هذا الشرط اطبع لي عمرك مناسباً لقيادة السيارة وإلا الهي إلس Brent عمرك غير مناسب لقيادة السيارة التطبيق بعد كتابة المقطع البرمجي نقوم بالتشغيل Run نقوم بإدخال العمر وليكن 15 الذي هو أقل من العمر لم يتحقق الشرط فعندنا هنا تظهر النتيجة غير مناسب لقيادة السيارة نقوم بالتجربة مرة أخرى إدخال عمره 22 فإذا تحقق الشرط ويتم طباعة عمرك مناسباً لقيادة السيارة ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم في هذا الدرس الجمل الشرطية في بايثون أنواع الجمل الشرطية أمثلة على جمل الشرطية ثم أنواع الجمل الشرطية ثم أمثلة على الجمل الشرطية نبدأ معزميننا فواز فواز يرغب بإنشاء برنامج يقوم بتحديد نوع العدد المدخل هل هو موجب أم سالب أم يساوي صفر بنهاية هذا الدرس سنتمكن من مساعدة فواز في هذا هيبنا لنتعلم تعرفنا على تنفيذ الأوامر بالتتابع واحداً تلو الآخر إلا أن اتخاذ القرار أحياناً يكون تبعاً لطبيعة المشكلة إن اتخاذ القرار عملية مهمة وقوية متاحة لكل مبرمج يقوم بتطوير البرنامج تعلمنا كيفية إنشاء برنامج أو برامج تستجيب لمدخلات من المستخدم أثناء تنفيذها وتعطي نتائج مختلفة تبعاً للمدخلات المختلفة عندنا أنواع الجمل الشرطية عندنا أول نوع اللي هو الجمل الشرطية البسيطة اللي هي F ثم الشرط ثم نقطتين رأسيتين ثم ننزل السطر اللي يليه مسافة بادئة ثم العبارة الأولى تتم تنفيذ هذه العبارة إذا تحقق الشرط ثم جملة F else الشرطية اللي هي إذا كان وإلا نقولش F الشرط إذا تحقق الشرط يتم تنفيذ العبارة واحد وإلا يتم تنفيذ العبارة اثنين ثم جملة F L F اللي هي F ثم الشرط إذا تحقق هذا الشرط يتم تنفيذ العبارة واحد L F وإلا إذا ثم إذا تحقق يتم تنفيذ العبارة اثنين وإلا تنفيذ العبارة ثلاثة عندنا أول مثال اللي هو على جملة F الشرطية البسيطة عندنا المتغير grade تم إسناد له رقم 17 ثم عندنا نقول هنا الشرط F grade اللي هو إذا كان المتغير grade أكبر من أو يساوي العشرة print ناجح طباعة ناجح فعندنا هنا grade 17 هي أكبر من العشرة تم تحقق هذا الشرط فيتم طباعة ناجح عندنا تشغيل التطبيق نقوم بالتشغيل run بعد كتابة المقطع البرمجي تظهر لنا النتيجة ناجح ثم عندنا امتلاح على الجملة الشرطية اللي هي F else الشرطية هنا بيكون عندنا F الشرط إذا تحقق هذا الشرط يتم تنفيذ العبارة واحد else وإلا يتم تنفيذ العبارة اثنين طيب عندنا هنا في المثال تم إسناد إلى المتغير grade رقم 7 ثم الشرط يقول F grade يعني إذا كان grade أكبر من أو تساوي العشرة print ناجح طباعة ناجح else وإلا print تحتاج إلى المحاولة أكثر عندنا الرقم 7 هل هو أكبر من أو يساوي العشرة لم يتحقق الشرط الأول فنذهب إلى print أو طباعة تحتاج إلى المحاولة أكثر عندنا في التطبيق نقوم بعد كتابة المقطع البرمجي بالتشغيل run تظهر لنا تحتاج إلى المحاولة أكثر عندنا F الف اللي هي يكون عندنا شرط إذا لم يتحقق عندنا شرط آخر ثم وإلا فعندنا هنا F الشرط إذا تحقق يتم تنفيذ عبارة واحد ال F اللي هي شرط آخر يتم تنفيذ إذا تحقق يتم تنفيذ عبارة اثنين وإلا تنفيذ العبارة ثلاثة عندنا في المثال تم إسناد إلى المتغير grade رقم 12 عندنا هنا السؤال يقول لك F grade أكبر من أو تساوي الخمسة عشرة اللي هي إذا كان المتغير grade أكبر من أو تساوي الخمسة عشرة print ممتاز F grade أكبر من أو تساوي العشرة print جيد جدا else اللي هي وإلا print تحتاج إلى المحاولة أكثر فعندنا الرقم 12 في الشرط الأول هل هو أكبر من 15 لم يتحقق ننتقل إلى الشرط الثاني هل 12 أكبر من أو تساوي العشرة تحقق الشرط فيتم تباعة جيد جدا تنفيذ عندنا هنا النقطتين رأسيتين مهمة بعد الشرط أو ال F أو عندنا في else مهمة جدا هذه النقطتين عندنا تطبيق بعد كتابة المقطع البرمجي نقوم بالتشغيل run يظهر لنا جيد جدا جملة F الشرطية البسيطة مثل ما قلنا هي F الشرط عند تنفيذ أو عند تحقق هذا الشرط يتم تنفيذ العبارة مثال عندنا هذا المخطط الإنسيابي عندنا هنا الشرط إذا كان تحقق الشرط فعندنا صواب يتم تنفيذ العبارة ثم الذهاب إلى خارج البرنامج أو خطأ يتم الخروج من هذا الشرط إذا تحقق الشرط فستنفذ العبارة أو العبارات التي تتبع F إذا لم يتحقق الشرط فلن تنفذ العبارة أو العبارات التي تتبع F ثم عندنا المسافة البادئة المسافة البادئة في لغة البرمجة بايثون مهمة جدا إذ يستخدمها البرنامج للإشارة إلى العبارة المعتمدة على تحقيق الشرط إذا لم تترك مسافة بادئة فتظهر رسالة خطأ مثل عندنا هنا هذا المثال عندنا grade تم إسناد له رقم يتم إدخاله فعندنا هنا grade أكبر من أو تساوي العشرة ثم عندنا النقطتين الرئيسيتين ثم print ناجح فنلاحظ هنا لا يوجد مسافة بادئة في print لا يوجد مسافة بادئة فتظهر لنا رسالة خطأ في المسافة البادئة عندنا في التطبيق بعد كتابة المقطع البرمجي عند التنفيذ تظهر لنا هذه الرسالة تدل على أن يوجد خطأ في المسافة البادئة عندنا في هذا المثال مثلا grade تساوي 18 هل grade أكبر من أو تساوي 15 print ممتاز اطبع ممتاز ثم عندنا العبارة التي تليها هي print استمر في تطوير مهاراتك عندنا print الأولى التي هي print ممتاز هي تابعة لتحقق الشرط إذا تحقق الشرط أما print الثانية فهي غير تابعة للشرط فسيتم طباعتها سواء تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط مثل عندنا هنا طبع لنا ممتاز لأنه تحقق الشرط أما استمر في تطوير مهاراتك لأنه سيتم طباعتها سواء تحقق أو لم يتحقق الشرط عند التطبيق نقوم بكتابة المقطع ثم التشغيل run مباشرة تظهر لنا ممتاز واستمر لو عدلنا على 18 وكتبنا رقم أقل من 15 وليكن 12 عند التشغيل مباشرة يطبع لنا استمر في تطوير مهاراتك لأنه لم يتحقق الشرط فتم طباعة استمر في تطوير مهاراتك عندنا المثال الأول مقارنة بين رقمين يقارن البرنامج قيمة الرقمين ثم يطبع أيهما أكبر عندنا في الرسم الانسيابي للبرنامج عندنا A تساوي 100 وB تساوي 20 ثم الشرط هل A أكبر من B؟ يعني كأننا نقول هل المئة هي أكبر من العشرين صواب سيتم تحقق الشرط إذا تحقق الشرط print طباعة أو إطبع A أكبر من B إذا لم يتحقق الشرط سيخرج من البرنامج أو يخرج من الشرط ويتم طباعة استمر في البرمجة عندنا هنا المقطع البرمجي بنقول يتم إسناد إلى المتغير A 100 ثم إسناد إلى المتغير B 20 ثم نضع الشرط في A أكبر من B إذا تحقق الشرط تظهر لنا رسالة A أكبر من B ثم استمر في البرمجة وهي خارج الشرط عندنا التطبيق تظهر لنا رسالة A أكبر من B استمر في البرمجة إذا عدنا مثلاً A إلى 10 نقوم بالتشغيل سيتم طباعة استمر في البرمجة لأنه لم يتحقق الشرط فلن يطبع لنا A أكبر من B المثال 2 الرقم موجب يقرأ البرنامج رقماً ويتحقق مما إذا كان الرقم موجباً عندنا المخطط الإنسيابي برينت من فضلك أدخل قيمة المتغير X ثم يتم إسناد ما تم إدخاله إلى المتغير X ثم عندنا الشرط هل X أكبر من الصفر إذا تحقق الشرط صواب فيتم طباعة برينت رقم موجب إذا لم يتحقق الشرط سوف يخرج خارج الشرط ويطبع لنا استمر في البرمجة عندنا في المقطع البرمجي أولاً برينت من فضلك أدخل قيمة المتغير X ثم X يتم إسناد إلى X ما تم إدخاله ثم عندنا الشرط F X أكبر من الصفر ثم طباعة الرقم موجب إذا تحقق هذا الشرط إذا لم يتحقق الشرط سيتم طباعة استمر في البرمجة عندنا المقطع البرمجي بعد كتابته نقوم بالتشغيل عن طريق رن نقوم بإدخال الرقم 5 ظهر لنا الرسالة 5 رقم موجب ثم استمر في البرمجة لو جربنا رقم آخر اللي هو سالب 5 سيتم طباعة استمر في البرمجة لأنه لم يتحقق الشرط واستمر في البرمجة خارج الشرط نرجع أو نعود إلى زمينا فواز فواز يرغب بإنشاء برنامج يقوم بتحديد نوع العدد المدخل هل هو موجب أم سالب أم يساوي الصفر عندنا المخطط الإنسيابي نقوم ببرنت أو طباعة أدخل الرقم ثم إسناد هذا الرقم إلى المتغير X ثم نقوم بالسؤال هل X أكبر من الصفر إذا تحقق الشرط نذهب إلى الرقم موجب إذا لم يتحقق الشرط يوجد شرط آخر اللي هو LF نسميه الشرط الآخر اللي هو نقول فيه X أصغر من الصفر إذا كان true أو صواب يتم طباعة الرقم سالب إذا كان false خطأ فيتم طباعة الرقم هو صفر عندنا المقطع البرمجي برنت أدخل الرقم ثم يتم إسناد هذا الرقم إلى X ثم نأتي إلى الشرط اللي هو F هل X أكبر من الصفر إبرنت الرقم موجب ال F اللي هو وإلا إذا كان X أصغر من الصفر يتم طباعة الرقم سالب وإلا يتم طباعة الرقم هو صفر نقوم بتنفيذ التطبيق عن طريق بعد كتابة هذا المقطع البرمجي عن طريقة تشغيل run أدخل الرقم ندخل الرقم سالب 2 أظهر لنا الرسالة الرقم سالب نقوم بالتجربة على الرقم 2 يكون عندنا طباعة الرقم موجب نقوم بالتجربة الآن على الرقم صفر يظهر لنا الرقم هو صفر ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ تعلمنا في هذا الدرس أنواع الجمل الشرطية ثم أمثلة على الجمل الشرطية ثم أنواع الجملة الشرطية البسيطة ثم أمثلة على الجمل الشرطية إلى هنا نصل إلى نهاد درسنا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين